سلام خوتيخياتي وأخيرا أعلنت وزارة التربية عن انطلاق تسجيلات الأساتذة المتعاقدين يعني غير بدأت وجدوا الملفات تتوعكم حطوهم تكوتي تقدروا حتى تسكانيوهم بس كم على بناش كيفاش كيفاش التسجيلات حتكون أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن موعد فتح المنصة الرقمية للتوظيف للأساتذة المتعاقدين في الأطور التعليمية الثلاثة ودعت وزارة التربية الراغبين في التوظيف كأستاذ بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 أستاذ التعليم الثانوي جميع المواد أستاذ التعليم المتوسط جميع المواد أستاذ المدرسة الابتدائية مادة اللغة العربية مادة اللغة الأمازيغية مادة اللغة الفرنسية من حاملية شهادة الماستر ومهندس دولة ولا لسونس في التخصصات المنصوصة عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 إلى التسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم عبر المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط التالي توظيف وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري حسب ما جاء في البيان استكمالا لعملية استغطية المناصب المالية الشاغرة إذن خياتي خوتي رح يكون تسجيل ابتداء من 5 إلى 10 سبتمبر 2023 كما على بلكم وزارة التربية لازم أول يوم يعني مجرد ما تفتح المنصة تسارعوا بالتسجيل إذن خياتي سارعوا في تسجيل تقدروا حتى توجدوا الملف تحكم المتكون من بطاقة التعريف الوطني شهادة الميلاد شهادة الإقامة كذلك رقم الهاتف والبارد الإلكتروني مهمين البارد الإلكتروني والرقم الهاتف لأنه يمكن أنهم تطلقوا رسالة عبر البارد الإلكتروني أو يتصلوا بكم مباشرة بالنسبة لنقطة التسجيل كذلك نوصيكم خوتي خياتي الحذر مطلوب يعني كتكونوا تعمروا في المعلومات تتوعكم يعني أخذوا الحذر تاعكم عمروهم بعقلكم بس كوكين بزاف اللي غلطوا أخطأوا في المعلومات ديها ولهم ورفضوا على جل أخطأ في المعلومات دونك ركزوا 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 دونك تسجيلت من 5 إلى 10 سبتمبر 2023 بالنسبة للمعايير التوظيف على بناب للطور الإبتدائي رح يكون الطور الإبتدائي والمتوسط يسحقوا لليسونس الطور الثانوي يسحقوا إلى الماستر بنسبة للتخصصات المطلوبة في التعاقد أستاذ تعليم ابتدائي أستاذ متوسط وثانوي يعني المنصة ستكون مفتوحة في جميع الأطوار ابتداء من 5 سبتمبر وهنا خاوتي وخياتي نكونوا لحقنا إلى نهاية الفيديو إن شاء الله انتظرونا انتظرونا في فيديوهات لاحقة إن شاء الله سيكون فيديو تفصيلي عن كيفية التسجيل في المنصة ورح يكون فيه كذلك التخصصات المطلوبة في التعاقد أستاذ تعليم ابتدائي متوسط وثانوي سيكون فيديو تفصيلي إن شاء الله على كيفية التسجيل بمجرد فتح المنصة 5 سبتمبر رح يكون عندنا فيديو تفصيلي عن كيفية التسجيل بالإضافة إلى